موسيقى موسيقى ايوه هو اللي قال انه يقدر يدمر الجيش الروسي وده من خلال تصريحات صحفية قلبت اوروبا كلها حرفيا من الاسبوع اللي فات الكلام ده كان خلال افتتاحه اكاديمية دبلوماسية في بروكسل لما قال اي هجوم نووي ضد اوكرانيا سيولد ردا ليس ردا نوويا بل رد قوي عسكري من شأنه ان يدمر الجيش الروسي ويقضي عليه اقسم بالله العظيم الكلام ده تقلب الحرف انت متخيل بوريل اتسأل عن امكانية استخدام بوتين للسناح النووي ضد اوكرانيا فرد على الصحف يقال له بوتين بيهدد كتير وكل مرة يطلع يقول انه مالوش في التهويش ولو حيدرب نووي فهو حيدرب فعلا انا هنا بدوري بقول لو انت بتتكلم جد احنا كمان بنتكلم جد وحنرد عليك وخليني انقل لحضراتكم نص تصريح بوريل زي ما هو بالحرف بوتين بيقول انه لا يخادع ولا يمكنه الخدع ويجب ان يكون واضحا ان الدول التي تدعم اوكرانيا بالاضافة للاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء والولايات المتحدة وحلف الناتو هم بدورهم لا يخادعون على فكرة ده تهديد صريح من الشخص المسؤول عن السياسة القارجية للاتحاد الاوروبي يعني تصريح رسمي من شخصية قيادية مهمة يعني مش لمؤخذة موظف صغير ولا محلل سياسي مرمور ولا حتى يوتيوبر التصريحات دي كارثية لو ما كانش الاتحاد الاوروبي قدها عموما في نفس الوقت اللي قال بوريل في الكلام ده نشرت الصحافة الغربية تصريحات مبطنة لامين عام حلف الناتو يينيس سولتنبرغ بيقول فيها نفس كلام بوريل تقريبا بس بلطافة شوية نص تصريحه كان كالقاتي ان استخدام الاسلحة النووية ستكون له عواقب وخيمة وسيرير موازين المعركة والصراع الروسي الاوكراني كما اؤكد ان دول الاعضاء في الحلف تتشاور وتنصق حول التهديدات النووية الخطيرة التي اطلقها سابقا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طبعا تصريح سولتنبرغ متازن اكتر من تصريحات بوريل وده لان سولتنبرغ ده امين عام الناتو يعني حرفيا ممكن كلمة زي تدمير الجيش الروسي اللي قالها بوريل تعتبرها روسيا اعلان حرب رسمي لان سولتنبرغ ده يعتبر اعلى ردبة في حلف الناتو وده حلف عسكري من السياسي زي التاني ده الامين العام حيكون في مين تاني اعلى منه يعني في الحلف وعلشان كده تلايه عائل وهادي صحيح كلامه فيه تهديد مبطن لكن تهديد مقبول والرسالة اكيد وصلت لموسكو عكس بوريل اللي حرفيا بيدرب رصاص من لسانه على فكرة بوريل مش سياسي عادي لا ده سياسي مخضرم جدا وتقيل جدا كمان ومعروف عنه انه لسانه طويل وتسبب في ازمات كتير قبل كده للاتحاد الاوروبي ومع ذلك لسه متمسكين بيه كمسؤول عن السياسة الخرجية للاتحاد وده لو بيخليني نفهم حاجة فهي بلا شك ان تصريحاته دي مش من فرار لان مستحيل الاتحاد الاوروبي يسمح ليقول كلام زي ده من غير محاسبة او رقابة لان ببساطة بوريل يعتبر لسانة الاتحاد الاوروبي قدام العالم وبما اني قلت ان بوريل لقليل الادب فتعالا كده نقرأ مع بعض شوية تصريحات قلال الشهر الجاري بوريل وصف اوروبا ان هي حديقة وان باقي العالم عبارة عن ادغال واماكن بيعيش فيها حيوانات يعني قمة العنصرية والوساخة طبعا روسيا ما فوتتش الفرصة وردت عليه من خلال المتحدثة باسم الخرجية الروسية مريزة خاروفا اللي قالت الحديقة التي قامت اوروبا ببنائها جاءت نتيجة النهج البرباري القائم على نهب الادغال يعني حياة غفاهية اللي عايشها انت وزميلك في اوروبا دي نتيجة الاستعمار ونهب وقتل الشعوب في باقي انحاء العالم شوف لما واحد في المنصب ده يشتم العالم كله وما فيش حد يتجرع يرد عليه غير روسيا بس حاجة غريبة جدا والله لكن على اي حال بوريل موقفش عند اشتيمة الشعوب الغير اوروبية لا ده بيشتم المسؤولين الاوروبيين كمان نفسهم ففي خلال حديث صحفي اتسأل بوريل عن اداء الدبلوماسيين الاوروبيين فرده قال انهم مش بيفهموا واستعبهم بطيق ومش فعالين بص من الاخر كده الرجل ده صايع ومقطع البطاقة حرفيا كده مش بيهموا حد فانا لو ما كان بوتين استلموا واقرفوا في عيشته وربيه من اول وجديد لانه اولا عنصري قزر ثانيا واخد مقلب كبير اوي في نفسه وفي الناتو كمان ولعل الايام اللي جاية تعرفنا مصيره وهل روسيا فعلا هترد عليه عمليا ولا لا يارد تقولولي في التعليقات ايه رأيكم في كلام بوريل المجنون ده وليه دول العالم سكتة على كل الايهانات اللي بيهنها لها دي وليه ما فيش دولة في اي حتة في العالم طلبة بوريل بالاعتذار غير روسيا بس هل كل العالم خايفين من الاتحاد الاوروبي للدرجاتي انهم يقبلوا الايهانة ويسكتوا عليها احب اعرف رأيكم واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة